موسيقى وربما اشتم رائحة مغربية في هذا الموضوع أهلا وسهلا موسيقى ما ننسوش راه العركة التي صارت على مسألة استقبال السحراء الغربية في تونس والمغرب هي أكثر الدول العربية ذات اللوبينغ في واشنطن تنسوهاش هذه راهوه والمغرب ستمارس اللوبينغ في الخارج في فرنسا نمشو مباشرة لقاج مع سيد الرئيس بي سيدة نجلة بدون رئيس الحكومة نهار الجمعة ثمانية وعشرين أكتوبر عناوين اللي قال هذا الحريات مضمونة لكن لا مجال لتآمر على أمن الدولة ولا يمكن للاستقوى بالخارج أن يشفع لأحد على النيابة العمومية القيام بدورها وعلى المحاكم تطبيق القانون تصريح هذا خلى الرئي العام في تونس يعني دبذب شوية مفهمش من المقصود أو منهم المقصودون والمعنيون بكلام الرئيس الناس يحكيوا على رئيس الدستوري الحر وقت اللي راسلت صندوق النقد الدولي الطالبة معناها التلاع على فحوة التي فقيت تونسية مع السئلة فهمية وفهمش كون نفهم اللي هو يقصد فيه رئيس جامعة تونسية لكرة القدم على خلفية الأزمة اللي اندلعت مرة أخرى بين الجامعة ووزارة الشباب الرياضة وتهديد بتدخل فيفا وربما حتى بإلغاء مشاركة تونس في مونديال قطر الصحافة العالمية تحدثت صحافة طاليانية قالت أشخاص كان يتم اتخاذ القرارة ذايا لأنه إيطاليا ربما هي اللي بيشتع تعوض تونس يعني كبرة حتى شقانة زريفة مبرش تداولتها وسائل الإعلام الأعالمية حاسب رأيكم كيف يشقرتوه التصريح هذا تعالى سيد الرئيس مع لقاءات المكثة مع السيدة وزيرة العدل شكول المقصودية نظمة بالتآمر على أمن الدولة ولا يمكن الاستقواء بالخارج أن يشفع لأحد والله هو أشوف يعني روس بقها روس بقها اللقاء زيادة مع السيدة وزيرة العدل واتحدث السيدة رئيسي الجمهورية عن المأجورين والمتطاولين على مؤسسات الدولة يمكن نفس الخطاب تقريبا اللي قاعدين نسمعوا فيه نسمع عليه من طرف السيدة رئيسي الجمهورية خاصة فيما يتعلق بعبارة الاستقواء بالخارج اللي هنا يعني مش تنجي منتا تقرأ شنين اللي يدور في خلد السيدة رئيسي الجمهورية ونعمل بتكاهنات من المقصود ولا من هم المأجورون اللي اتحدث عليهم السيدة الرئيسي الجمهورية اللي هنا ربما مش نحلوا نفتحوا قضية كاملة وما نجيبوش نخرجوا منها ولكن المقصود الحديث يدور اكثر ربما رئيس الجامعة شفناك الرسالة اللي جات يعني من الفيفا الجامعة الدولية اللي كنت القدم مشيت للجامعة التونسية وعطاتها مهلة حتى النهار 27 باش يتجاوب على تدخل السلطات التونسية في الجامعة متى كنت القدم وشفنا ردة الفعل خليب يقول خلي تقول تعمل اللي تحب هذي الجامعة اللي الدولي يقول القدم لهنا دائما الغموذ ودائما السيدة الرئيس الجمهورية هم ونحن شكونهم الهم الى حد الان مفهمناش شكون الهم ربما سي مبروك ينجم صيفتهم رجل القانوني يقولون من هم الهم يا سي مبروك شوف انا الحقيقة نتبع في خطابات السيدة الرئيس الجمهورية مجبر باش نتبع اختيارا يعني وانا هذي فكرة تطاول على مؤسسات دولة احنا كنا ضد تطاول على مؤسسات دولة مؤسسات دولة نعتبرها هي المؤسسات الحامية للمجتمع لكن اش راي سيد رئيس الجمهورية اعادت العرشية تطاول على مؤسسات دولة ولا اعادت العرشية في المجتمع في الانتخابات ايه كيفاش دهر بانسير ايه لا سدي امتوى موجودة ترشحات الان كلها قيمة على اساس عروشي وقبلي وحوم لان القانون الانتخابي على الافراد اللي عمله سيد رئيس الجمهورية ذكى هذه النزعة الشركات الاهلية توقع اللي اعملها رئيس الجمهورية ستهيكل الدولة الى ترجع الدولة الى ما تحت بنيت الدولة الى بنيت القبيلة والعشرة في الاراضي الاشتراكية في الاختصاص بالاراضي الدولية في بالتالي انا نقول راه تطاول انواع على الدولة تونسية وللأسف وهو متعدد فهما تطاول من الخارج تشوف بيانات كيما ولا اي واحد يسمح نفسه ان يدخل في الشأن التونسي تذكروا مرة امير قطر قال جيت نعلم في رئيس جمهورية تونس كيفاش يسلم اي كيفاش يسلم امير قطر امس فلية مردوغان اختي تخلى القصر وقال ريحة المقري ولا ريحة الزيت وريحة الدخار التطاول موجود من الخارج في كل العصور ولكن الان اصبحنا في تطاول اخطر عندي انا رب صراحة لا هو يقصل هنا ظهر في جهات وشخصيات انا احبهت ان انا نسانش نزرع فكرة سيلوك اللي فما تطاول اخر خطير قالنا انك متالع وفي وجيد لخطابات سيد رئيس اعملنا قراءة اذا انا في اعتقاد رئيس الجمهورية يعتبر اللي واقع عليه مؤامرة من الخارج والمؤامرة تقودها اطراف دولي واطراف داخلية ولا يشعر بالامن الحقيقي والارتياح في هذه اللحظة وهاك علش دي ما خطابه نحن وهم ومعناها التأويل مش مش نضرب الخفيفة انا مع عمري ما ندخل في التأويلات اللي متعنينيش ولكن فكرة انه هناك مؤامرة من الخارج قايمة في ذهن السيدة الرئيس الجمهورية تواترت بشكل مستمر ولكن حقيقة مراش احنا التآمر داخلي داخلي انا شخصيا مراش احنا تآمره على ارواحنا بارواحنا بالدستور الفردي بالافكار الفردية بالافكار التي تضرب التشاركية الاجتماعية بين الناس كل هذا يؤدي احنا انا اكبر ما انقض فيه رئيس الجمهورية انه اهدر على التونسين فرصة كبيرة لتوحيدهم وغرس الامل والذهاب الى المستقبل اهدرها فرصة عظيمة جات وكان يمكن ان ننطلق الى الامام للأسف احنا الان نقسم ونجزع على قاعدة هم ونحن وعلى قاعدة المتآمرون وغير المتآمرين يكرر رئيس الدولة قول وعلى النيابة العمومية القيام بدورها وعلى المحاكم تطبيق القانون ما انتصورش كان هنا يقصد فيه في اطراف خارجية دائم يحكي على النيابة العمومية والمحاكم في تونس فيقصد في اكيد في اطراف تونسية بعينها هذا يؤشر انه فما ايقافات ومحاكمات ممكن او تحقيق على القليل او حل الملفات لجزء من الطبقة السيئسية في اعتقالي اذا المتآمرين في تونس الرئيس الدولة حث النيابة العمومية بيش تقوم دورها على محاكم تطبيق القانون ايش عملنا مع المتآمرين من الخارج وقتالوا يبدأوا زوز نواب امريكان ايش نعملولهم اذا ما سنعديوهم مع القانون قضاءة التونسية او كيفاش راحنا نعطيه المعلومة هذا النياب جيمس ميريتش وروبيرت ميرانداس واحد من الديمقراطيين واحد من الجمهوريين كتبوا رسالة شديدة اللهجة متوجهين بها لوزير الخارجي الامريكي وللرئيس بايدن يتحدثوا فيها على الوضع السياسي في تونس على تراجع المسار الديمقراطي ويطالبوا فيها دول الزجيسات باش تنسق مع امريكا في مساعداتها لتونس يطالبوا بعقوبات على هياك التي ساهمت في الفساد واظرت بالاستقرار السياسي الاقتصادي في تونس مراجعة المساعدات مقارنة متراجع الديمقراطية واقرار شروط لهذه المساعدات يتحدثوا على القيود على الاحزاب على القضاء في تونس اللي معادش مستقل على مراقبة الانتخابات على القيود على الحريات بماذا حرية الاعلام لكن في الاثناء يقولوا ناسا نواصل مدى التونسيين بالمساعدات الضرورية يعني يحكيوا على تونس يحكيوا على الشعب في الشيرة ويحكيوا على المنظومة الحاكمة في شيرة اخرى كيفاش قريناه الرسالة هذي عليش توقيت هذا وشنو اللي خلى انو الديمقراطيين والجمهوريين يحطوا اليد في اليد في موقف موحد من تونس ربما لانهم يئسوا من السلطة في تونس نذكروا اللي هنا وان راو بعد 25 جوليا 2021 كبار المسولين في الادارة الامريكية تصلوا بالسيد الرئيس راو نهيبته الرئيس كاميرا هاريس بلينكن رئيس مجلس الامن القومي فما وفد متاع السيناتور من الكونغرس اللي جاءوا بقيادة كريس مورفي ما نحكيش على تصريح متاع وزير الدفاع في المانيا ما نحكيش ايضا على مساعدة وزير الخارجية الامريكي المكلفة بالحقوق الانسان والحريات اللي تقريبا ماشي جاية لهنا ما نحكيش ايضا على التصريح متاع السفير الامريكي المرتقب ما نحكيش عطيني هالضغوطات هذي الامريكية ورغم ذلك السيد الرئيس الجمهورية لم يتحرك قيدة اون موله لانه يعتبر هذا تدخل في السيادة التونسية وهذا من حقه واحنا زادا من حقنا كونه باش نعتبر وانا السيادة التونسية حد معانتها خط احمر ما يزيمش تدخل خلفها ولكن وقت اللي تبدأ انت مرهون للدول الغربية ومرهون خاصة للامريكان اللي يضمنوا فينا في القروض متاعنا اللي هما عدهم اليد الطولة على صندوق النقد الدولي وعلى مؤسسات المالية الدولية الكبرى وخاصة البنك العالمي اللي هما رئيس متاعه امريكي بالتالي لهنا من نجم انتظروا منهم كان هكذا ضغوطات ولو يفرقوا لهنا ما بين السلطة القائمة ما بين الشعب التونسي الشعب هذي محتاج للمساعدة بشيكل هنا نعطوه ثلاثمائة مليون دولار هذيك للصمود الغذائي هانو الوليدات متاعه مالقاوش حتى بشيكلوا ما عندهم شلومجة انا نعطوهم ستين مليون دولار عن طريق اليونساف بش يصرفوها عليهم الى غير ذلك هذي القاينة احنا في موقف صعب جدا نضيف لهذا سيبراهيم انه الى حد الان امريكا لم تعين سفير لها في تونس ونعرف الوقت اللي يتأخر تعين السفير الى هذه المدة معناها واضح انه موقف دبلوماسي احنا تقريبا في قاطعة شبه تامة مع اليدارة الامريكية اكثر من هكا ها هو احنا توكين قولوا هكرا برشة وجيع على بلادنا سراحة نحبوش عن ازوزة نواب يعطيونا الدرس لا في الديمقراطية لانه اخر ناس يعطيوه دروس في الديمقراطية هما الامريكان امريكي اليامس في الايام اهدت افغانستان الى طالبان وبالتالي الدروس هذية مهوش وقتها لكن صراحة هذا اقرار وقت ليوصلوا الاخوة الاعداء الديمقراطيين والجمهوريين ياخذوا موقف واحد هذا فشل زادة للدبلوماسية التونسية اللي معناها سفر حضور في الخارج واذا طالبنا به رئيس الدولة من نهار 26 جولي 21 فعل علاقات تونس رجع كحزامت على الصدقات رجع ما تبقى من اللوبيات اللي كانت متعاطفة مع تونس وقتعاطفت حتى مع 25 جولي ولم يتم توصيف ما حصل بالانقلاب رغم ما قام به معناها الاسلام السياسي عن طريق حركة النهضة من تفعيل اللوبيات ودفع الاموال لكن صراحة مشينا في سفر دبلوماسية حتى انتهينا الى هذا التطاول الحقيقة على الدولة التونسية هذا التطاول على الدولة التونسية وقد يجيك من زوز اجانب اما انه تونسي ينقض تونسي هذاك الداخل في اطار النقاش العام كيفاش قريتها الرسالة هذه مبروك الحقيقة هي افرد لوبينجا لوبينجا انتج ان الجمهوريين جمهوري وديمقراطي يشقصان الوضع في تونس تشقيص واحد لانه الديمقراطيين والجمهوريين عادة مختلفين على السياسات القارجية اختلاف عميق وخاصة على منطقة الشرق الاوس خاصة على مسألة العلاقة بالديمقراطية والاسلام السياسي وربما اجتم رائحة مغربية في هذا الموضوع اهلا وسهلا ربما اجتم ما ننسوش راه العركة اللي صارت على مسألة استقبال السحراء الغربية في تونس والمغرب هي اكثر الدول العربية ذات اللوبينج في واشنطن بتنسوهاش هذي راهو والمغرب ستمارس اللوبينج في الخارج في فرنسا في ايطاليا بشكل محدود اما فرنسا اكثر وفي الولايات المتحدة الابريكية اين تنشط الجالية المغربية المالية الكبرى ولديها تأثير مباشر وانا نعتقد ما جمع مش الاسلام السياسي اللي جمع ما بين الديمقراطيين اللوبينج اللي تعملوا حركة النهضة ولا بعض ولا تركيا ولا قطر هذي مسه السحرية متعم غاربة ما بين قوسي انا هيك قريد مش معلومة قراءة قراءة صحية مش قراءة كاملة للمغربي لا لا بتحكيننا على المغرب لا لانه توقص نحنا نعرف لا 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 معناها كلمك فيه برشة واجهة نعرف ان المغرب تقريديا تملك معناها مراكز نفوذة قوية في الولايات المتحدة الامريكية وزادت المراكز هذه تدعمت تدعمت بعد تدعمت بعد تطبيع المغرب مع اسرائيل وبالتالي اللوبي الصهيوني الناشط في الولايات المتحدة الامريكية اكيد ستوظفوا المغرب في جنبت به هذا 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 شو نقول نقول فما احنا قوينا المخيم اللي ضدنا حتى اللي مكينوش ضدنا ولو ضدنا حتى في الدول العربية وكتشوف انت توتشوف احنا تحرفنا مع الجزائر واضح في القمة اللي صارت هنا في تونس واقتجاه متاع الصهراء الغربية وسترى ان الجزائر الان مقاطع عربية في تونجوف كان حكينا عن الجامعة العربية معناها ولن يأتي ملك المغرب رغم بعثوا له مندوب ولن يأتي سيسي ولن يأتي الخارجيون شبقى قد تونس هل يعني هم يأكدوا كونه لن يأتوا في مستوى رؤساء دول وشيوخ خاصة الولي العهد السعودي قال مش بيجيه مش بيجيه والكويت مش بيجيه والكويت مش بيجيه والقطريين مش منعرش الامارات مش بيجيه والسيسي لن يأتي سيسي لا قطر تنجم تمشي لي لا لا سمحني انا زلت ليسان قطرية لن تاتي يعني اذا كان الدول العربية الكبرى مش تاتي عمان عمان مش بيش التحضر في مستوى السفطة هات نصبنا نتوقع جزح الديث اللي دار في الكواليس انه تونس اللي تسعى رئيس الدولة بشيقى يشوف ولي العهد السعودي كان يتوقع انه بشي يلتقيه في الجزائر باش نشوفوا معه مشكلة ماشم السعودية تمدنا بشوي مدد معاه تغيب الولي العهد السعودي واضح انه رئيسنا بشي يمشي فقط يسلم بسلم مشعل للرئيس الجزائري ونرجع لتونس ففارحينا مصر ورينا وضع اكثرش من هك حضرت راو في اجتماع مجلس اجتماع متاع العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومثلت وزيرة التجارة السيدة فضيلة الرابحي وما عندهاش مجلس اقتصادي واجتماعي وتونس ايضا نهار عشرين اكتوبر قاطعت اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب لا عشرين نوفمبر يودي اكتوبر فتنهر عشرين اكتوبر تونس تخلفت مع اجتماع ذا اللي معناها صار في المغرب حضرت الجزائر ومثلة في وزير العدل وغاب التونس ومثلة في وزيرة العدل وبالتالي يتواصل غياب الدبلوماسي التونسي على اكثر من مستوى افطروا في فى المغرب عليكم اشتركوا في وزيرة العدلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة